اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قد تكون وصلت الى معرض يتعاملون معه قد تكون وصلت لم تصل السيارة فما ادري هل الطريقة هذي شرعية ام لا وما هي الطريقة الشرعية نعم اولا اذا كانت السيارة ليس عند الباية ولكن باع عليك سيارة على اساس ان يشتريها لك ثم يبيع عليك فهذا حرام ولا يجز الا اذا باع عليك برأس مالها فلا بأس لنوذي ربا اذا باع عليك بربح ان هذا الابح ربا لكنه ليس لبا صريحا بل هو ربا مغلق بصورة عقد ليس بمقصود فان البائع لم نقصد الشرع لنفس المرأس انما قصد الشرع لك فيكون كالذي اقراضك القيمة برب بل كالذي اقراضك القيمة بزيادة وهذا هو الربا بعيد وعما اذا كانت السيارة نوجود عند البائع وقال هذه السيارة الآن نحن نبيعها باربعين الف نقلة واذا كنت يريدها بالتقصيد فابير عليك خمسين الف فقبلت فلا بأس نعم لا بأس اذا كان قصدك السيارة اما اذا كان قصد فلوس السيارة ايه تأخذها وتفيد بيعها فهذه مسألة يسميها العلماء مسألة التورق وفيها خلاف بين العلماء منهم من اجازها ومنهم من قال انها ذاتها اما اذا لم تكن موجودة عندهم فانها حرام ولا جوز لانها بيع ما لا يملك ولان شراءها شراء سوري ليس مقصودا ان من المقصود ما يأخذونه من الذب والدليل على ذلك ايضا ما ذكرت انهم يقول نكتبها باسمه من المعرق ما نكتبها باسمه وهذا واضح جدا انهم ما ارادوها حتى لو كتبوها باسمه ثم لو كتب البائع باسمه ثم نقلها اليك في نفس الشيء واما قول بعضهم اني لا الزمك بالسجارة انشيتها فاتركها فهذا كلام فارغ لان الرجل ما جاء يقول اريد السيارة الافلانية وهو يريد ان يتراجع ابدا واذا قلت ان انتراجع واحد بالالف هذا ليس بشيء يعني ما يمنع الحكم فالذي نرى ان هذا الطريق احرام ولا تترث واذا رتبت لها فاذهب الى صاحب معلوم عنده سيارات وقل له انا مريد ان تبيع عليها هذا السيارة الخمسيناء المقصطة واتي لك بكثير يظلم لك الثمن عند حلول الاجل وانشئت ايضا ارهم السيارة وبهذا تسأل هذا الطريقة الشرعية هذا ما في طريقة شرعية لهذه اذا كان عندهم تقول اشتريتوا منكم السيارات الانية بكذا وكذا مقصطة لكل شهر الف ريال كل شهر الف ريال حسب ما تتفقون